هي الحكم حد شو يقدر يغير الصوت ده انتهى عهد تغيير الاصوات عشان ليه انا بقول لحضراتك بعض المعلومات عشان تتأكد ان صوتك راح في المكان الصح في المكان اللي حضراتك اخترته سواء قايمة او فردي طب نداء مصر نداء مصر حد يعني قلولي مع احترامي ليه مع احترامي اه مع احترامي مع احترامي تاني عشر مرات عشان ما حد يتزعل انا بشتغل في الاعلام وفي الصحافة بشتغل في الصحافة من سنة تلاتة وتمانين في الاهرام بشتغل اعلام تلفزيوني من سنة الفين حلو يعني عشرين سنة جميل وقبلها تلاتين خمسة وتلاتين اربعين سنة جميل عظيم جدا نداء مصر اتحدى مع احترامي ليهم ناس محترمة معرفهمش والله معرف واخدين اصوات ليه بقول لحضرتك ده جايز الناس دي في اماكنهم حافظاتها ودورها عظماء بس انا شخصيا شخصيا معرفش منهم حد اسف يعني والله اني بقول كده بس بقول لسادة المشاهدين تخيل التصويت ده بيؤكد حاجة واحدة الانتخابات في منتهى الشفافية يعني مش كل اصوات راحت لقائمة من اجل مصر القائمة الوطنية مش كل اصوات راحت ده بقول لحضرتك اهو رايحالهم اصوات كتير ناس كتير انتخبوا نداء مصر مع ناس كتير 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 انتخبوا القائمة الوطنية من اجل مصر لو في هنا اي كلام اخر حد عايز يقعد بقى يرغي ويتكلم انا بقول لك بحاجات بارقام وبقول لك بيحقائق بوجود على الارض محدش يقدر النهاردة يقول لك سرق صوتي لا عندك قاضي على كل صندوق بتاع حضرتك صندوق اهو مين اللي عليه قاضي مين اللي موجودين مندوبي مفيش فارزة حصل الا في حضور المندوبيين مندوبي السادة المرشحين قائد السادة القضاء اهو صندوق كل صندوق عليه قاضي اكتر من كده شفافية اكتر من كده انضباط والتزام ونزاهة نزاهة النهاردة بتوريك لحد ما نشوف النتيجة النهائية خلال لامي قادمة يعني نبديك وتحليل سريع كده لحين ظهور النتيجة النهائية النتيجة النهائية وقتها نبقى نقول لكم حاجات كتيرة ولكن قرأتنا المشهد النهاردة الواضح ومن مبارح والناس طبعا متابعة وكله بيتابع وبعد شوية بقول لكم عدد كبير من اللجان العامة على مستوى الجمهورية يعني محافظات يعني هحاول بقدر الامكان محافظة الدوار بتاعتها كلها اقول لحضراتكم الحصر العددي اللي تم اعلانه مبارح من اللجان العامة هحاول بقدر الامكان عشان ناس طبعا مهتمة جدا من الانتخابات وعايزة تعرف مين راح فين ومين خد كم صوت ومين ممكن يعيد احنا ما نعرفش مين يعيد اللي هيقول مين يعيد ومين ينجح ومين المستشار لاشين إبراهيم ان شاء الله لقام القادمة يطل على حضراتكم في مؤتمر صحف جدا عالمي يقول لحضراتكم كل الدوار كلها والمحافظات الاربعتاشر وقول لحضراتكم الأصوات كلها ويقول لحضراتكم مين فاز من الجولة الأولى ومين هيعيد ومين ما ربنا ما وفقوش وخلاص واخدوا التجربة ويستعد بعد خمس سنوات لا حاجة في منتهى الشفافية اي حاجة هتتقال مش نهائية تاني بقول ليست نهائية كلها حصر عددي بدليل اللجنة العامة في دائرة الجيزة اعلنت الحصر العددي قالت ايه اللجنة العامة تعالوا نتابع اللجنة العامة لدائرة الدقي والجيزة والعجوزة وهي تعلن الحصر العددي مش نتيجة نهائية لأ نتيجة نهائية في الهيلة الوطن الانتخابات اللي هتنشوفوا دا الحصر العدد اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو ليس نتيجة نهائية لانه فيه أصوات الخارج تاني أصوات الخارج تلات ايام مصلين في الخارج أهلنا بيدلوا بأصواتهم لهذه في المحافزات الاربعت عشر عددهم ايه من عنافش كل واحد خاتكام لا حدش يعرف مين اللي يعرف اللي هي الوطن الانتخابات عشان عندها تصويت الخارج يتم إضافته على هذه الأصوات اللي هي بيتم إعلانها دلوقتي فهتلاقي ناس لو أعداد قريبة يعني لو في أرقام قريبة مع مرشحين أصوات الخارج ممكن تكون بتدي مرشح على حساب مرشح آخر بس لو كانت الأصوات قريبة مش 40 ألف صوت فارق أو 60 ألف صوت فارق ما يأثرش عليه أصوات الخارج أنا بقول لحضرتك لكن لو في أرقام قريبة تأثر عليها أصوات الخارج ممكن تلاقي واحد النهاردة مثلا في مرتبة ممكن ممكن هو متصور أنه ممكن يعيد مثلا أو ممكن يعدي ولكن تأتي أصوات الخارج ممكن تخليه مش موجود أصلا حد تاني تاني مين اللي يعمل ده اللي هي الوطن الانتخابات مش احنا ومحدش عنده الحكاية اللي هي الوطن الانتخابات عندها تصويت الخارج بأعداده بأرقامه بكل واحد واخد كامل سادة المرشحين على سواء قوائم أو المقاعد الفردي ده مين اللي هيحدث الوطن الانتخابات من خلال الأصوات اللي جاية لها من كل السفارات المصرية اللي تم تصويتها على مدى ثلاث تيام فاللي هنشوفه ده هو عد حصر عددي فقط لا غير ولكن أرقام كاشفها مبهجة صحيحة فضلوا جميع اللي جان الفرعية التابعة لللجنة العامة 653